اهلا بكم من جديد قال تجمع احرار حوران ان قوات النظام انسحبت من بلدة محجة شمالية درعا بعد ساعات من اقتحام الحيين الشرقي والشمالي وقصفهما بالدبابات والمضادات الارضية واشار التجمع الى ان اهالي بلدة محجة شنوا هجوما على مفرزة امن الدولة والحقوا خسائر في صفوف النظام هي كالشوك الناع ما انهدأ حتى تحرك مرة اخرى جديد الشوك اليوم هو نيران تضرب بلدة محجة في الريف الشمالي لدرعا من جراء عملية اقتحام واسعة تشنها قوات النظام للحيين الشمالي والشرقي ترافقت مع قصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة على احياء البلدة وفق تجمع احرار حوران فان اجتباكات عنيفة دارت في بلدة محجة بين اهالي البلدة وقوات النظام التي حاولت اقتحامها انتهى الامر بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام وانسحابها الى خارج البلدة وفق ما اعلنت تجمع لم ينتهي الامر عند هذا الحد حيث شن مقاتلون محليون في بلدة محجة هجوما على مفرزة امن الدولة في البلدة ما خلف خسائر بشرية في صفوف النظام وسط استنفار كبير تشهده المنطقة على خلفية التوتر الاخير ولم تعرف الى الان الاسباب الكامنة وراء تصعيد النظام في شمالي درعا اذا توتر جديد في درعا التي لم تهدأ مناطقها منذ اعلان ما يعرف بالتسوية قبل اعوام فماذا يريد النظام من التصعيد هذا والذي سبقه تصعيد مماثل في مناطق مختلفة بدرعا والى اي حد ستبقى الامر في نطاق الفعل ورد الفعل ام انها ستنفجر في نهاية المطعف انضم الينا العقيد اسماعيل ايوب محلل عسكري واستراتيجي من عمام مرحبا بك عقيد اسماعيل ما هو برأيك السبب الرئيسي لاقتحام النظام لبلدة محجة هل فعلا كما تذرع اعتقال مطلوبين ام انه في السياق الطبيعي لما يحصل في درعا بعد عام 2018 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لك استاذ ايابي استاذ مشاهدين حقيقة هناك اسباب يسوقها النظام وهناك اسباب حقيقية يجب سدها للمشاهدين الاسباب التي يسوقها النظام ان هناك مطلوبين في بلدة محجة هم الذين قتلوا من الوقت القريب نقيب رئيس قسم الامن الجنائي في ازرع واطلقوا النار على دورية روسية وان هؤلاء مطلوبين يقتنون في هذا الحي الذي هاجموه وبالطبع لا يوجد اي دلائل او اي اثباتات تثبت صحة كلام الاجهزة الامنية للنظام لانه عندما حللنا اطلاق النار على سيارة النقيب حينها كل الدلائل كان تشير الى ان هذه بصمات امنية الذي نصب الكمين لسيارة النقيب كان يعرف متى خرج النقيب بمكتبه اين سيذهب اين متى سيتقاطع مع محجة في اي وقت وبالتالي كل المؤشرات كانت تشير الى تجارة مخدرات لان هذا النقيب على صغر سنه كان يعتقد انه يستطيع يعني يكافح تجارة المخدرات الذين بطبيعة الحال ينتمون لاجهة رسمية في دولة النظام في اجلسة النظام وللميليشيات واي شخص يكافح تهريب المخدرات او يشير باصبع البنان او ببناني على من يهرب مخدرات يقتل في عقيدة هؤلاء اما الاسباب الحقيقية التي يعني نراها بشكل امني وان هناك حوالي 100 شاب او اكثر يزيد او يقل في قرية محجة معظمهم عسكري ومشقون لديهم تسويات بشكل او باخر مع النظام على ان لا اعتداء ولا عدى يعني لا يعتدون على النظام ولا النظام يعتدي عليهم وهذه المعاهدات كانت ترعاها روسيا واراد يعني رئيس فرع الامن الدولة او رئيس قسم الامن الدولة الموجود في محجة اراد ان يعني يظفر باحد هؤلاء في الحي الشمالي وهو من عائلة المجاريش واستدعى قوة امنية دعم بقوة عسكرية وبمضادات وتم اطلاق النار بشكل عشوائي على بيوت الامنين في ذلك الحي ما ادى الى تدبير وتخريب عدد كبير من المنازل وبالتالي بعد ان قام او خرق هذا الهتنة لا شك ان الشباب الموجودين الذين لديهم يعني معاهدة مع هذا النظام قاموا للدفاع عن انفسهم بالدفاع عن اهلهم وبالتالي حصل هذا الاشتباك ووقع قتيل في صفوف القوات الامنية وينتمي هذا القتيل الى الفيلق للواء الثامن الذي يقوده احمد العودة وهناك جرحة بطبيعة الحال وتدخل الفيلق الثامن لواء الثامن لأحمد العودة وفك الاشتباك بين الطرفين بعد ان وقعت خسار بعد ان حصرت فرز امن الدولة والان انسحبت قوات النظام بعد ان علمت انها لن تستطيع بهذه الطريقة الكلاسيكية المهترئة التي كانوا يعاملون فيها الشعب منذ اكثر من 13 عام حتى الان هذه الطريقة لن تجد نفعا عليهم ان يقوموا بدور اذا كانوا يريدون حكم هذا البلد عليهم يقوموا بدور الراعي ليس بدور الارهابي الذي كلما ادق الكوز بالجظة يقوموا بارهاب الناس وتريع الامنين وتريع المدنيين لا اريد ان اقاطعك انت مسترسل بحديث ربما نحتاج لنسمعه منذ فترة يعني لم نصلت الضوء على ما يحصل في الجنوب لكن قبل شهر تقريبا قام النظام بانشاء حاجز جديد على الاوتوسترات بالقرب من محجة واستولى على مزرعة وعمل فيها نقطة عسكرية ويبدو ان الموضوع اليوم في سياق قديم ماشي بالنسبة للنظام ليس ما حصل فقط اليوم أختي كريمة نعم تفضل نعم يعني منطقة محجة هي منطقة عسكرية يعني قرية تقعد من منطقة عسكرية الويت الفرقة التاسعة من جهة الغربية والويت الفرقة الخامسة من الجهة الشرقية والويت مدفعية ومخازن ومستودعات أسلحة وهذا الاستراد الذي يربط ترعى بدمشق يعني منطقة عسكرية من الناحية العسكرية يعني هو ضرب من الهرطقة أن يقوم مسلح يمتلك سلاح خفيف أن يقوم بنصب كمين أو اعتداء على سيارة عسكرية لأنه سينكشف في طبيعة الحال أما يعني هذه الحواجز التي يقومون ببنائها من جديد ما هي إلا للترهيب للتشليح يعني هناك من يذهب ويأتي إلى هنا ويقولون أن كل حاجز تصل إليه يجب أن تدفع أن تمد يدك إلى جيبك تدفع يعني هذه الحواجز كلها من أجل التشليح والتشبيح لأن الحالة الاقتصادية في سوريا سواء لجماعة النظام وسواء للأهالي حالة مزرية يعني إذا كان اللواء الذي يضع سيفين متقاطعين ونسر على كتفه راتبه لا يصل إلى 40 دولار كيف يعيش هؤلاء بالتالي يعني من مصلحة الأجهز الأمنية أن تبني حواجز سواء على الأسراد سواء في القرى سواء في أي مكان للتشليح والتشبيح وكل الحالات الأمنية التي تحصل سواء في ريف درع الشرقية وريف درع الغربي وحتى كما حصل في جاسم مؤخرا منذ أكثر من شهرين أو شهر ونص تقريبا كل حوادث تنبع من الأجهزة الأمنية ومن أطمعها ومن اعتداءاتها على الناس ومن الاعتقال ودفع الفديات وما إلى ذلك وبتالي يعني كما قلت في بداية السؤال الماضي على النظام إذا أراد أن يستمر بهذا الدعم الدولي المتاح له عليه أن يتعامل مع الشعب كشعب لا عليه أن يتعامل مع الشعب كرعاع ويعني أعداء له وكلما دق الكوز بالجرد عليه أن يقوم بإطلاق النار عليهم بكل أنواع الأسلحة للأسف يعني إذا أردنا نتحدث عن نظام ماذا فعل في سوريا كما يحصل الآن في غزة يعني هو ربما شرع هذه الطريقة لنتنياهو كي يقوم نتنياهو بتدمير غزة بهذه الطريقة التي ذمر فيها سوريا شكرا جزيلا لك العقد اسماعيل أيوب محل العسكر وستراتيجي كنت معنا من عمان إلى هنا تنتهي محاورنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة